يلجأ العراقيون الى وسائل شتى للتعبير عن صخطهم ازاء الاوضاع في بلادهم وعادة ما يكون التعبير بعيدا عن اساليب الاحتجاج المباشرة بل يأخذ شكل نكتة لها من البعد السياسي ما يكفي لاستثارة من تطلق بحقه مهما كان منصبه الامني او السياسي شخص ما يطلق نكتة منتقدا وضعا ما فيتلقفها شعب باكمله بين ليلة وضحاها نكتة انت اطلقها لشخص واحد بعد ايام تعرف انه وصلت الى اكثر من الى الاف لان هذه الشخص اذا انت غسرت لهذه النكتة هكذا في اي مجلس من المجالس الشبابية او المقاهي او اي مكان او حتى في المضايب واطلق هذه النكتة الكل اذا استمتع بهذه النكتة حفظ هذه النكتة وبالتالي انتشرت هذه النكتة وجه اخر للنكتة السياسية يتجلى برسوم كاريكاتيرية ناقدة تصل الى حد السخرية رسام الكاريكاتير تخط انام لهم كل يوم نقدا لاذعا للتدهور الامني تارة وتارة اخرى للفساد والرشوة والمحسوبية وما يجعل الكاريكاتير مقبولا من قبل المتلقي تبنيه لغة المخاطبة الصورية مثل ما ورثنا موروث كاريكاتيري جيد ورثنا نفور سياسي من النقد واطمئنا لحالات المديح الكاريكاتير الحقيقي لا يجيد المديح على الاطلاق ما بين الاثنين تعج اروقة المحاكم العراقية بقضايا النشر صحيح ان احكاما قاطعة لم تصدر بعد لكن تبني السياسيين لقضايا ضد عدد من رسامي الكاريكاتير يخفي وراءه اكثر من مجرد رغبة بتكميم الافواه رسمة كاريكاتير واحدة ربما يكون لها من التعبير ما يفوق بلاغة محتج في ساحة اعتصام وكلمة في نكتة سياسية يكون تأثيرها في بعض الاحيان ما يفوق طلقة من بندقية يوسف الحسيني سكاي نيوز عربية بغداد